يا جبت بقنا ان شاء الله مباراة النصر والاتحاد ايه توقعات نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في البداية نسأل الله عز وجل ان يرفع عن الامة البلاء والغلاء والوباء وان يجمعنا على خير كرة القدم في الاول وفي الاخر هي لعبة رياضية نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انها تجمعنا على خير في النهاية يفوز الاتحاد يفوز النصر نحن امة واحدة ونتقارب وربنا يجعل القناة دي سبب تقارب بنا يا رب العالمين سبحانه وتعالى وندعي الاخواننا بظاهر الغيب وندعي البعضينا ونتقرب ونعاون بعض ان شاء الله باذن الله على الطاعة وعلى الخير ومنسبش فرض من فرائد الله سبحانه وتعالى عشان اجل كرة ولا غيره عشان كده تكون الموضوع محطوط في مزال حسناتنا ان شاء الله باذن الله لما ندخل بقى في التفاصيل فالكفة الارجح في الوقت الحالي كفة النصر فريق كامل متكامل ما عندهش غيابات ما عندهش اصابات على الناحية التانية هتلاقي الاتحاد عنده اصابات وعنده مشاكل كبيرة جدا ما تعرفش ايه سببها ما تعرفش ايه سببها يمكن انا قلت ممكن يكون سحر ممكن يكون مش فاهم لكن انت تقول لي ان فريق عنده اتناشر اصابة واثناشر اصابة مهمة جدا وغيابات في مراكز مهمة جدا ونتائج عكس ساعات الاداء واللي بيحصل مع ندل الاتحاد غريب يا جماعة بشكل كبير الناس اللي بتقولي ان انا يعني ازاي بتكلم وقولي ان فيه سحر اه صحر موجود موجود في الحياة بتاعتنا السحر ولازم نؤمن ان السحر موجود وربنا ينجينا من شره وربنا يعني يهدي الناس اللي بتعمل سحر ما انت لما تيجي تقولي كمية الغيابات وكمية النتائج اللي بتحصل مع ندل الاتحاد غير طبيعية غير طبيعية بالمرة يعني وما فيش الكرة اللي ما بتدخلش ضربات الجزاء اللي ما بتتحسبش حاجات كتيرة بتحصل معنى الإتحاد تخليك تقول إيه اللي بيحصل في الوقت نفسه النصر جاهز بشكل كبير جدا النتيجة ورغم ده كله أقول لك النتيجة ما تقدرش إن أنت تقول إن النصر هو اللي هيكسب المباراة ما تقدرش لإن الاتحاد في المباراة القوية لزيديا بيكون حاضر وجمهوره حاضر ودي مباراة قمة يعني مباراة قمة يعني النصر يعني هيكون جمهوره حاضر والتوقعات بتاعة النصر ممكن تكون عكس ذلك يعني ممكن الاتحاد يكسب المباراة مفيش حاجة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون تحدي انا بحس ان مارسيلو جياردو المدير الفني لنادي الاتحاد يعني مش عارف يعمل ايه ما هو يعني في التغيير الاخير في اصابة لعب الاتحاد في الشرط التاني بينزل اللاعب يقوله انا مش عارف انزل اعمل اي حاجة انزل ما هو ما فيش غيرك انت البديل دكة ما فيش غير ثلاثة ولا اربعة يعني فاضية ودكة عليها بتاع حوالي خمستاشر ستاشر واحد فرق قوة وقوة لكن روح الاتحاد موجودة انا 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 شايف كده ان الاتحاد في المباراة النصر هيكون موجود وبقوة جمهور الاتحاد في الازمة اللي هو بيمر بيها دي مش هيسيب النادي الاتحاد طبعا وجمهور النصر موجود لان المباراة دي مهمة للنصر للتنافس النصر هيلاحك الهلال ولا مش هيلاحكه هيقرب المسافة ولا مش هيقربها طيب انت هتقولي النصر هيلعب ايه بطريقة كام ولا الاتحاد هيلعب ايه انا اقولك النصر هيلعب تقريبا وتوقعاتي هيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد وهيلعب بشكل هجومي طبعا انت عارف التشكيلة الهجومية اللي عند النصر اللي احنا حفظناها هتلاقي تاليسكا وكريستان ارونالد وسادي ومانيوف وفوفانا المجموعة المفضلة عند كاسترو المدير الفني هتلاقيها موجودة على النحية التانية انت مش عارف جياردو هيلعب بايه لانه عنده غياب غيابات مؤسرة والنصر الفريق كامل وقوي فممكن ممكن يلعب اربعة اتنين تلاتة واحد برضو وممكن يلعب اربعة تلاتة تلاتة وممكن يلعب اربعة اربعة اتنين مش متوقعة النتيجة التي تلاتة لعب فيها لانه في موقف صعب قوي ولكن في النهاية انا اتوقع ان المباراة هيكون في نديها كبيرة جدا رغم كل الظروف اللي بيمر بها الاتحاد ومش ما تكون مباراة سهلة على النصر زي ما هو متخيل او جمهور النصر متخيل وكلنا في النهاية احنا مجتمعين تعين بالدور السعودي ونتمنى في الاخر ان هي تكون مجرد كرة قدم وتجمعنا على خير في النهاية السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته